السلام عليكم اعزائي طلبة طالبات واولياء امور الصف الثاني الادادي اهلا وسهلا بكم في العام الدراسي الجديد عشرين اربعة وعشرين ان شاء الله النهاردة نبدأ مع بعض شرح كتاب جام الوحدة الاولى طيب هتلاقيني سايبلك فيه صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح القاهدة بالكامل على الصبورة وهسيبلك برضو رابط تاني موجود فيه حل يونت ون بالكامل من كتاب جام نبدأ مع بعض اهم الكلمات اول كلمة عندها شباب عمارة سكنية ودي اسمها خلي بالك اسمها يعني عمارة سكنية طيب كلمة يوميا يوميا دي اسمها دايلي كاناك بتقول كلمة داي كده بتقول دايلي بعد كده مقابلة او حوار دي اسمها تاني تقسمها كده علشان تعرف تحفظها طيب الروتين او نظام اليومي بنقول عليه تاني كده برضو بتقسم الكلمة رجالة عشان تعرف تحفظها المخبز اللي هو الفرن يعني بنقول عليه اسمه ايه مدونة الكترونية يعني بلوج تاني كده اسمها بلوج مفضل يعني يبقى كلمة مفضل طيب الشقة بنقول عليها طيب وقت الفراغ ده بنقول عليه وهي كلمة على بعضها كده اسمها وقت الفراغ كلمة هواية طبعا هواية يعني هابي هابي يعني هواية اهتمام ده اسمه انترست انترست يفضل يعني بريفير تاني كده بريفير مادة دراسية دي اسمها سابجيكت سابجيكت طيب كلمة موضوع يعني تابيك تابيك طبعا احنا بنحفظ الكلمات بالنطق والحروف في تاني عدد دي طيب بعد كده بقى بيبدأ يدينا السئلة على الكلمات اللي فوق دي لانها كلمات مهمة جدا بيديني اختياري وانا هاختار من الكلمات اللي فوق اول كلمة بيقول انا عادة بيكون عندي عايز اقول لك روتين يومي كلمة روتين يومي اسمه دايلي روتين يبقى رقم واحد هنكتب فيها كلمة روتين عايز يقول بقى في وقت فراغي انا بفضل قراءة الكتب طيب احنا قلنا وقت الفراغ اسمه ايه طبعا free time هي اللي تنفعي يبقى دي رقم اتنين وبعد كده بيقول عايز يقول ماما عندها ايه للوظيفة الجديدة طيب الوظيفة بيتعمل لها مقابلة شخصية قلنا مقابلة شخصية او حوار ده اسمه interview يبقى دي رقم تلاتة طيب بعد كده بقى بيكون عندي جزء مهم جدا وهو جزء التعبيرات اللي هو ايه الجزء ده شباب هو عبارة عن كلمة بتيجي معها كلمة تانية بيدوني تعبير مهم جدا طيب اهم الكلمتين عندي كلمة do وكلمة make ركز بقى do بتيجي معنا يؤدي او يفعل اول كلمة مهمة بتيجي معها هي كلمة اللي هي الانشطة فاقول هنا do activities يعني بيعمل انشطة طيب اما اللي عايز اقول يؤدي تدريبات او رياضة بقول do exercise او do sports طيب طيب اهم حاجة يؤدي الوجب المنزلي تي اسمها do homework وخالي بقى لك بقى كل عيلة work بيجي معها do يعني لما اقول مسلا do housework do homework do voluntary work وهكذا طيب تاني كلمة كلمة make بحفظها على بعضها شباب يعني اقول make breakfast يعني يجهز العشاء يجهز الغتى make dinner make وراها اي وجبة بمعنى يحضر الوجبة طيب ياخد اوتوبيس او يستقل الاوتوبيس دي اسمها take a bus تاني كده اسمها take a bus يبقى كلمة take بيجي وراها bus بمعنى ياخذ الاوتوبيس كلمة have have بتيجي بمعنى عنده او لديه او يتناول طيب لو جيه وراها كلمة routine بمعنى لديه routine يبقى have a routine طيب لو جيه وراها بقى اكل او شرب بقى معناها هنا يتناول او لك have coffee معناها بياخد الايه المشروب بتاعه have lunch يتناول الغدا خلاص وبيجي بعدها برضو كلمة fun بمعنى يمرح وتكون كلمة واحدة كده اسمها have fun بمعنى يمرح طيب عندي كمان تعبير مهم اسمه take a bus friends يعني يراسل الاصدقاء يبقى اقول take a bus يراسل الاصدقاء التعبيرات دي بحفظها على بعضها يعني اقول لك يراسل الاصدقاء تقولي take a bus الصبحة اللي بعد كده بيكون عندنا جزء مهم جدا وهو preposition اللي هي حروف الجر طيب حرف الجر ده مهم حفظه في الفصحة بنقول عليها at break يعني كلمة break اللي هي الفصحة بيجي قبلها حرف الجر at طيب different بيجي بعدها يامة to يامة from ومعنىها مختلف عن يبقى different from او different to طيب الواجبات بقى بيجي قبلها كلمة for اقول لك for breakfast على الافطار يعني طيب كلمة help with يعني يساعد فيه يبقى كلمة help بتاخد حرف الجر with on the right يعني على اليمين خلي بالك كلمة right ال GH هنا silent وممكن برضه اقول on the left يعني على اليسار يبقى the right و the left بيجي بلهم حرف الجر on طيب فيه الطريق الى ودي مهمة جدا اسمها on the way to على بعضها كده شباب في الطريق الى on the way to طيب يشارك مع دي اسمها share with ودي مهمة جدا عليك السنة دي share with يعني يتشارك او يشارك الحاجة دي مع شخص تاني spend time on يقضي او يقضي وقت فيه spend time يقضي وقت بعد جده study hard for يزاكر بجد study hard for يتكلم الى talk to او يتكلم معه بقول talk to طيب يبدأ برضو يختبرني على حرف الجر لان ده جزء مهم جدا وبيجي منه في الامتحان اسئلة اختياري هبدأ اراها دلوقتي ونبدأ نختار طيب انا بحب ان انا اتناول سمك والرز خلي بالك عايزول على الغداء قلنا الوجبات بيجي قبلها حرف الجر فقول لك for lunch طيب احنا قلنا قبل كده ان كلمة help بيجي معها حرف الجر عايز يقول يعني اختي دايما بتساعد ماما في اعمال المنزل فاقول هنا ايه اللي بعده بيقول لهنا عايز يقول يلا بينا بقى ناخد الاوتوبيس ده مريح جدا قلنا ممكن اقول يعني ياخذ الاوتوبيس يبقى هنا رقم تلاتة هنكتفها كلمة طيب نكمل مع بعض عندنا تصرفات الافعال طبعا ده جزء مهم جدا لازم تحفظ الفعل في المضارع وفي الماضي وفي التصرف التالت هنفهم دلوقتي وهنبدأ نتعلم ازاي نحفظ الافعال دي بكل سهولة طيب اول حاجة كلمة معناها المضارع ده مصدر الفعل التصريف الاول يعني طيب واللي جانبه ده اللي هو ده التصريف التاني اللي هو الماضي والتصريف التالت منه بقى اسمه ده التصريف التالت يعني الفعل اللي هي تلات تصريفات اول فعل عندي اسمه يعني يبدأ كلمة يبدأ هحفظها ازاي هقول يعني انا عارف بقى مصدر ماضي يعني يشرب الماضي منه بقى اللي هو شرب والتصريف التالت يبقى يستيقظ بقول بعد كده والتصريف التالت هو هو يبقى انت بتحفظ المضارع والماضي والتصريف التالت طيب برضو دي افعال تانية مختلفة على الاولانية برضو مضارع وماضي وتصريف تالت يبقى انت مطالب تحفظ الفعل بتصريفاته التلاتة يبقى الجزء ده عندنا ستة افعالهم يعني اتعلم ممكن احط له ويبقى الماضي منه وممكن احط تي بس وتبقى وده فعلي غير منتظم برضو كلها افعال طبعا غير منتظمة يعني يغادر الماضي منه بقى وتصريف التالت طيب اخر فعل عندي اللي هو يقضي اسمه التصريف التاني وتصريف التالت لازم طبعا تحفظ تصريفات الافعال بطبعا التصريفات التلاتة بعد كده عندنا جزء مهم برضو اللي هو الكلمة بتاعها كلمة يعني عكس او مضاد يعني هتاخد الكلمة والكلمة اللي هي عكسها او مضادة طيب اول كلمة اللي هي هنعرف بقى عكسها يعني جيد او مفيد لي طيب الكلمة دي عكسها كلمة احنا عارفين عكسها خلاص طبعا لازم تحفظ الكلمة وعكسها لانه اللي بيسألك عليها ليت يعني متأخر عكسها ان اقول مبكرا اللي هي طيب كلمة سيم سيم يعني مماثل او مشابه نفس الشيء يعني عكس كلمة كلمة يعني مختلف وكلمة يعني يبدأ ودي عكسها اللي هي معناها ينهي يخلص الحاجة يعني بعد كده بيكون عندنا جزء الملاحظات الغوية جزء مهم جدا كم نقطة كده هنتعلمها اول نقطة بيقول اللي هنا ان كلمة لما بيجي وراها صفة دي بعدها زائد المصدر هنفهم الكلام ده يعني مسلا اي صفة هيجاب لها ممكن حط وراه المصدر بيكون معناه انه من المهمة مسلا زي كلمة هنا انت قلتلي مهم يعني انك تفعل اشياء مختلفة في الاجازة طيب خلي بالك زي ما قلنا بيجي بعدها يبقى اللي هو زائد المصدر اللي بعد كلمة ممكن ييجو وراها المصدر بمعنى يساعد في ويمكن يجو وراها المصدر بس برده بمعنى يساعد في ويمكن برده ييجو وراها زائد زائد اسم يعني لها تلات حلقات اهم حاجة بقى انت تركز في الاختيار سيجب لك انا يا حلم النهمة اول حاجه ان يجو وراها المفعول الاول له هو وبعدين يعينートو دو يعين ضو على الطول يعني المصدر يعدين المصدر طيب ثاني حاجة يعني انا بساعد اخيه في عمل ايه الواجب بتاعه تاني حاجة ممكن اقول طيب يعني بقول انا بساعد ممتي في عمل طبعا الاعمال المنزلية فاقول تالت ملحوظة عندي كلمة باي بيجي وراها كل وسائل المواصلات عادي بس بشرط الشرط انه ما بقاش في حاجة بينهم يعني اقول باي كار على طول باي باس على طول يبقى شرطها مفيش حاجة بينهم مفيش زا مفيش اه مفيش اه مفيش مقا طيب اقولك تستخدم امام جميع وسائل النقل بشرط عدم وجود اداة او ضمير تعال نشوف بقول اي جو تو سكول باي باس هنا جت على طول فكده صح طب يا مستر افرد بقى اي اداة او ضمير او اي حاجة اعمل ايه قالك قدامك حاجة من اتنين طب ايه الاداة دي يعني باستخدمها مع تاني لو كانت كلمة هي او اي وسيلة مواصلات ما بقدرش اتحرك فيها يبقى يجب لها امتى ازا جي قبل الوسيلة دي ارتكل من له قدامك ا او ان او زا او مي او هز تمام؟ يعني مثلا لما اقول نقط اا كار هنا ما نفعش باي طب كار بقى بتاخد مين ان او بقول لك ها تستخدم اما موسائل النقل التي نجلس بداخلها اثناء الحركة ما بنقدرش نمشي فيها يعني زي الاتوبيس وكده طب ليه ما استخدمناش باي هنا لو انت شاطر عشان في هز لو ما كانش في هز كنا استخدمنا باي خلاص يبقى لما بلاقي ارتكل برجعي ام اني ام اون ام مع كلمتين معينين كار وتاكسي وكينو طيب البيعي بقى ياخد اون عادي خلان شوف كده حين بقول اون لو جي اداة قبل وسيلة المواصلات اللي هي بقى قدر تحرك عليها زي مين زي الباس الاوتوبيس ترين القطار بلين الطيارة تستخدم امام وسائل النقلة التي يمكن ان نقف بداخلها زي مين يا شباب زي الاوتوبيس والاطرب وكده اللي هي حرف الجار امتى لما يكون فيه ارتكل قبل وسيلة المواصلات كلمة باس جاء قبلها زا عشان كده هي اون يا ان طب الاوتوبيس بياخد اون لازم تحفظ طبعا المعلومة دي بعد كده عندنا جزء جديد علينا في تالي اعتادي ومهم جدا 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 لان في تالي اعتادي بتروح تلاقيه هناك ايه هو بقى جزء السينانيم اللي هي معنى الكلمة كلمة سينانيم يعني معنى او مرادف طيب بيقول لي فيه كلمة هتاخدها ومعنها اول كلمة جود فور دي لها معنى اللي هو طبعا يوسفل فور بمعنى مفيد ليه يبقى جود فور بتساوي يوسفل فور ستارت يبدأ بتساوي بيجن يبدأ برضو خلاص كده بعد كده بيكون عندنا جزء مهم برضو وواجز الصوفكس الصوفكس يا شباب هي لاحقة بتوضع في اخر الكلامة يعني ايه الكلام ده حروف كده بحطها في اخر الكلمة الحروف دي بتحول لي الكلمة لكلمة تانية خالص ازاي الكلام ده كلمة بيك يعني ايه يعني يخبز يخبز دي فعل الفعل ده بقى ايزا حططله في الاخر هيتحول من فعل الى اسم الشخص اللي بيعمل الشغل هنا اسم الفعل اللي بيعمل حاجة زي بيكر مين هو البيكر الخباز الخباز ده اسم تحولتها من فعل لاسم خلاص طيب كلمة اللي معناها يختلف ده فعل برضو ازا حطط له في الاخر اللي هو بيتحول من فعل الى صفة اللي هي اللي هي مختلف وهكزا يبقى الصفكس بتحول الكلمة لكلمة تانية اللي عندي في اليونت اللي هي طبعا خلي بالك هي بتتحط بادئة بتتحط قبل الكلمة بتحولها لي برضو هنا كلمة يعني هام لما احط لها انا كده بحولها لعكسها يبقى دي البادئة اللي عليها بتحول الكلمة لعكسها هام وغير هام طب ايه الصفكس اللي عليها والاين تي اللي احنا خدناهم فوق طيب بعد الجزء ده الصفكس بيبقى عندي جزء بقى اللي هو اللي هي طبعا حروف متشابهة ومعاني مختلفة خلينا نشوف بقى كلمة متشابهة في الحروف ولكن معنى مختلف خالص يعني مدولة متشابهة مع كلمة يعني مبنى دي حاجة ودي حاجة يعني مقابلة متشابهة مع كلمة اللي هي مقال نقدي في فرق في المانا